في ليلة احتشدت بالأنباء وتطورات السياسية والاقتصادية وحتى الرياضية تبين أن لا صوت يعلو على صوت واتساب تلك الخدمة ذات الشعبية الهائلة التي انقطعت عن العمل لساعات فوقف العالم يترقب عودتها وبدأ توقف تطبيق واتساب لتبادل الرسائل على الهواتف الذكية عن العمل بعد منتصف الليلة بجميع أنحاء العالم لكنه عاد إلى العمل بعد نحو ساعتين ولم توضح شركة فيسبوك المالكة للتطبيق ملابسات ما حدث واكتفت بالإشارة لوجود مشكلة جاري العمل على إصلاحها